السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم إن شاء الله ستكونوا بخير أول شيء أريد أن نشكر الكثير من الناس الذين يمتعوننا المساج ويشكروننا على العمل الذي سنقوم بها لكن هذه الأشياء نعاونها بكثيرا لنزيدهم ونمتعهم بكثيرا لذلك الفيديو اليوم سوف نتحدث عن العلاج والتجميل في تركيا سوف نتحدث عن الأدوات التي ستعاون أي شخص يتعالج في تركيا أول شيء يجب أن نعرفها سوف تركيا مشهورة بمستوى التكوين العالمي الكثير من الناس لديهم فكرة لأن تركيا تدوي فيها بسوماة أرخيصة هذه هي حقيقة وسوف نتحدث عنها من بعد من الأشياء التي يجب أن نعرفها وهذا الأهم مستوى التكوين العالمي يعني المستوى الذي يوجد في أوروبا أو أمريكا نفس المستوى يوجد هنا في تركيا الأشياء أرخص سوف نتحدث عن الأشياء سوف نتحدث عن الأشياء المستوى الأطباء في تركيا سوف نتحدث عن مستوى عالمي أنا شخصيًا نعرف شخص يتحدث عن طبيب الذي يعمل هنا في تركيا وفي الوكيند سوف يعمل في أوروبا المعادات يعني المعادات التي يستعملون تكون من الأجل تحديث عن الأشياء تحديث عن الأشياء أمريكا ومعادات أخرى تحديث عن الأشياء وفي الوكيند تحديث عن الأشياء وفي الوكيند وفي الوكيند وفي الوكيند أثناء تكنولوجيا لماذا أبدأ بها ثلاث نقاط لكي يتمحك المساعد تركيا وفي الوكيند يتحدث عن طبيب وفي الوكيند لا يتمكن من تلك المساعدة يتحدث عن طبيب أو يمكن أن يتحدث عن طبيب أو يتمكن من تلك المشاعدة يتحدث عن طبيب وطبا طبعا مع بعض الأشياء سعر الخدمة في تركيا معقول ومعقول بالبزر لماذا معقول ؟ فقط على خطر الطبيب في أوروبا سيخلص بالأورو و سيخلص بالبزر أما الطبيب أو أنفق مياه أو في تركيا سيخلص بالليرا والليرا السعر لها طائح بالنسبة للأورو والدولار يعني الفرق لا يوجد في نوع الخدمة وماذا يوجد الفرق في البلد وفي العملات البلدين المختلفة يعني تركيا لو كانت بالأورو سيكون نفس السعر كما في أوروبا نستطيع أن نبدأ بعض الأمثلة لبعض الحالات التي يأتي الناس في تركيا أعطيكم مثال زرعة الشعر في تركيا بـ 1500-2500 أورو في أوروبا تلقى أكثر من 10.000 أورو يعني ترى كائن فرق كبير لنفس الخدمة زرعة الشعر زرعة الأسنان التجميل بكامل وشفيه ثم أخرى حالات المرضية التي يقومون بعمل أوروبا ويقومون بعمل أوروبا ويقومون بعمل أوروبا الثانية وهي المراحل وماذا هي المراحل التي يجب عليهم لتركيا أول مرحلة سيكون الاتصال بعيادة أو مكتب هنا يجب أن نفرق بين العيادة أو المستشفى وبين مكتب كل منكم سيستطيع ان تقوم بعمل مع عيادة أو المستشفى وماذا ينتهي من جد harp لتركيا بعيادة أو المستشفى على حسب الحالة أنا شخصيا من المرحل من ذلك ما يمتلك مع عيادة أو مكتب بل ما يمتلك مع عيادة أو عيادة فى سيكون المراحل الثامن لخطر مع عدة عيادة سيكون لديه أسعار خاصة يعني في المثال عيادة تدير أبراسيون معيانة بألفين أورو هذا المكتب ستحسبها 1500 أورو لذا انت تقدر تنقصي مع هذا المكتب ويحسبها لك 1800 ويضع لك أخرى من ألفين أورو لكي تترح مباشرة للعيادة كما قلنا على خطر العيادة أولا على خطر المكتب سيكون لديه أسعار أفضل وفي المثال بأجنسة بسيطة ستحصل بأجنسة آخرين أورو سيكون أرخص من المكان مباشرة للأورو لماذا يأتي بأجنسة 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 سيقوم بأجنسة لذلك سيكون أرخص ويوجدها في الدماء لذا يتكلم الى عيادة لنسألك ويجب أن تسأل عنها ويرانة معروفة ويجب أن ترى البيان في الانترنت ويجب أن ترى التيميارة للشخص أو تتكلم المكتب ويجب أن تتكلم المكتب وتستطيع التقصير وخبرهم ما هي العيادة التي تريدك معها لكي نعرف إن هذه العيادة معروفة أو ما ونقوم بإمكانك رشارة لك وإنك تلحق للصح وإنك ترى العيادة ونحن نتعرف على المكتب لكي يجب أن تكون أسئلة المرحلة الثانية هي أنه يجب أن تفهم معهم على كامل التفاصيل ومع ذلك يكون المكتب والعيادة السريعة هم الذين يتطرحون لك كامل الأسئلة المجددة يعني يجب أن تكون لديك أمراض مثلا إنك تحب بالتحراء الأسنان يجب أن يكون لديك أمراض يجب أن تحضر لك الإنسان ورادئ يجب أن تكون لك تشخيص عن بعض يعني إذا كنت تدريك التشخيص عن بعض هذا الوصول ستكون هناك صحيح 9% خطر أنك تستطيع إلى الوصل عندما يمكنك إتصال إلى حد والموار المرحلة الرابعة هو السفر إلى هدوحية يجب أن نأتي هنا ما يفهمه مع المكتب العيادة هنا في تركيا تكفل لك كل شيء يعطي لك ثمن لا يمكن أن يكون ثمن وليس لك ثمن وفي الترسيط من الوثيل ومن الوثيل إلى الوثيل وفي الوثيل الموضوع في الوثيل يقول لك هل تريد أن تريد أن تتضع من الوثيل الموضوع ونحن نتكفل لك ونعطي لك تريد أن يكون مكوناعي ويؤدي Seiidin ويقول لك أتانت أخبر لكم الرجل محرفة أم شيئا يمتلك عملا يريد أن يشبدا أو يستعلم أو يريد أن يشبدا فالشيء يمكنك الذهاب ويقف ذلك وإن لديك الذهاب ويقف ذلك والأرتاح وعجبات الخدماتهم يقدر يأتي إن شاء الله ويتهلوا فيه وأنا أكملنا الفيديو الثالي أتمنى أن أعجبتكم أي شخص فيكم عجباته الفيديو ويعرف واحد بلكسق سهدي على سيجي هدايا أو العرحاب يأتي في تركيا من الأفضل يبعث له الفيديو هدايا لكي يفيدوا بها يعطيكم الصحة والسلام عليكم